وثنى بباب باي باب? الذي يعني باب عشرة. نعم. بباب فضل التوحيد. لماذا? قد يقول قرائح. المؤلف رحمه الله تعالى يقول باب فضل التوحيد. وما يكفر من الثنون. كأنه يرى ان التوحيد ليس بواجه. كيف نرد على من يقول هذا الكلام? لو قال قائل. ان المؤلف قال في الباب الثاني. باب فضل التوحيد وما يكفر من الثنون. لو قال قائل هذا الباب يدل ان المؤلف يرى ان التوحيد ليس بواجه. نقول لا. قدم اي باب? باب وجوب التوحيد. قدم اول باب وجوب التوحيد. عندنا قائلة كوها العلماء. ان نذكر فضل الشيء لا يعني ان الشيء ليس بواجه. من صام رمضان ايمانا وحكي شابر. هذا لا يعني ان صيام رمضان. ليس بفرد. صلاة الجماعة. هذا لا يعني ان صلاة الجماعة ليست بواجه. مفهوم? اذا ذكر فضل الشيء لا يعني ان الشيء ليس بواجه. ونقول المؤلف قد جع. لماذا جاء بهذا الباب? قلنا جاء بالباب الاول حتى هبينه فان التوحيد اوجب الواجبات واول الواجبات ودعوة الانبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام. فنع بفضل التوحيد حتى تشتار. لان كثير من الناس لا يريد يسمع التوحيد. والله. لو الدرس هذا درسنا في كتاب الرجاح. ما شاء الله. تنسلح الخدوم. اعوذ بالله. واذا ذكر الله وحده مؤسس قلوب الذين لاجمون بالآخرة. واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يسجدون. ابن الشعج رحمه الله في منظومة القواعد فقية. منظومة قواعد فقية. في كل شرح عندما شرح هذه المنظومة في كل موضح لا يأتي بالمثال فقية. يأتي بالمثال في التوحيد. لماذا؟ انه عرض سبب وجوده في هذه الدنيا وأن التوحيد هو اصل المصور. صح? اي نعم ولهذا قالوا الفقه الاكبر. في ماذا؟ في العقيدة في التوحيد. اذا لابد ان يكون شغل التشاغ الهو التوحيد. فضل التوحيد حتى تشاغ.